اللغة العربية للصف الحادي عشر من المدرسة الثانوية الإسلامية الدرس الثاني الصحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أيها طلاب والطالبات؟ أرجو أن تكونوا في صحة وعافية هيا ندعو درسنا بالباسملة بسم الله الرحمن الرحيم الكتابة تحت الموضوعي الصحة Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menggabungkan kata menjadi ungkapan yang tepat 2. Siswa mampu menyusun kata menjadi kalimat 3. Siswa mampu mengubah percakapan eksposisi menjadi teks eksposisi 4. Siswa mampu menyusun kalimat menjadi paragraf teks prosedur 5. Sil بين الكلمتين المتناسبتين لتصبح تعبيرا 6. كما في المثال 6. Hubungkanlah dua kata yang saling sesuai supaya menjadi ungkapan 9. السورة أمريض أنت هذا اليوم؟ أمريض أنت هذا اليوم؟ بما تشعر يا سيدي؟ أمريض أنت هذا اليوم؟ أمريض أن يكون جمอยاً مفيداً أمريض أن تكون جمراًا للتحقيقات يشرب أمضان الدواء ثلاث مرات أمضان الدواء الثلاث مرات ثلاث مرات أمريض أنت السيد الارشادي التالية النص الإرشادي تكس بروسدور الهدف تجوان ولأن هذا أول حضور لك في هذا المستشفى عليك أن تعرف الإجراءة للفحص لتسهيل عملية فحصك وأن هذا الأول أن تأتي إلى هذا المستشفى يجب أن تعرف الإجراءة للفحص لتسهيل عملية فحصك المادة ماترية أشعر بارتفاع درجة الحرارة وأشعر بألم في الحلق ولم أشتهي الأكل منذ يوم الخميسي أشعر بشكل جيد ولم أشعر بشكل جيد ولم أشعر بشكل جيد ولم أشعر بشكل جيد أشعر بشكل جيد أولاً اضغط على هذا الجهاز للحصول على رقم في قائمة الانتظار ثانياً انتظر حتى يدعوك الموظف ثم اذهب إليه وقم بالتسجيل وملاي الاستمارة المطلوبة هول الهوار الإرشادية السابق لتكونا نصر إرشادية وبahlah percakapan prosedur tadi agar ia menjadi teks prosedur ولأن هذا أول حضور لك في هذا المستشفى عليك أن تعرف الإجراءات للفحص لتسهيل عملية فحصك ولأن هذا أول حضور له في هذا المستشفى عليك أن يعرف الإجراءات للفحص لتسهيل عملية فحصك رتب هذه الجملة لتكون فقرة واحدة 1. ثانيا أن يتناول الواجبات الثلاث في وقتها 2. أولا أن يتناول الدواء ثلاث مرات كل يوم ثالثا أن يستريح راحة كافية 4. وبعد أن وصل إبراهيم إلى المستشفى طلب منه الطبيب أن يستريح على السرير ليفحصه 5. أعطاه الطبيب وصفة طبية ونصحه بما يلي عبر رأيك في استخدام حروف الجر وحروف العطف مما كتبه زميلك 5. أخوة الطبيب وصفة طبيب وصفة طبيب ومسفعي شكرا على حسن اهتمامكم والله المففق إلى أقوام طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء